في قطاع الفلاحة مرافقة ودعم الفلاح ما هو إلا شعار تتغنى به الحكومة فأزيد من 4000 لتر من الحليب منتج مصيرها يبقى مجهولا في المستقبل القريب في عز الأزمة العينة كانت من أولاد فايت مع فوزيام سعدي في هذا التقرير وسط زقزقة هذه العصافير وخارير هذه المياه وخوار البقر وعكس الآلاف من الجزائريين اختار عم عبدالقادر رسم محيط عيشه لكسبقوت أولادها 35 عاما خدمة للفلاحة والأرض أثمرت بثماره بأربعة آلاف لتر من الحليب شهريا هذا ما خرج منهم قريب 4000 في الشهر أنا هذه البقرات تعبنا كي أنا كي أولادي تعبتنا باش لحقت لهذا الشيء هذا واليوم الدولارة يدعم في الفلاحين تعلقه بأرض أجداده سبب سعادتها لو لا تفاجئه بقرار حكومي في حقها أنا نرحل الدولة حق التراب والآخر ما يهمش ما يهمش أنا الدولة فوق راسي وعينية ما ليش بصح أنا يا ما يشت يديروا لي حل يديروا لي حل أنا ما يشتعب ورطما هذا الشيء هذا الرزق هذا اللي رأي في الدار اللي هنا ماشي لأي واحد يديروا لتكون قناة النهر سبيله الوحيد لرفع ندائها دوكاتي كان باش شو مسؤول كي باش راح نشوفه أنا الحمد لله كان الحل ديالي اللي صبته ما قناة النهر هي تسيت هي اللي توصلني لهذا المسؤولين هذوما ما كاش أنا الحل دياله ما نيش من هذوك العباد عندي معرفة ولا ما عندي إش معرفة أنا إنسان فلاح تربية الأبقار والمواشي دواء مرض عم عبد القادر الذي ورغم إعاقته رفع التحدي لم يستطع إنسان عادي رفعها فبأي حق سيتم هدم الجنة التي بناها العم على أرض ولاد فايت ترجمة نانسي قنقر